يسعد إخوانكم في منتدى فرشان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة حجر الله حي على الصلاة إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم مبادف إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله وكيف حال الدنيا في قلوبكم اللهم أصلح قلوبنا اللهم أهدي قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا إخوتي الدنيا وما أدراك ما الدنيا هل رأيت كيف فعلت الدنيا بأهلها هل بلغك أخبار هذا التقاتل على الدنيا هل رأيت الذين يشعلون النيران ويخربون المباني ويكسرون الطرق ويرمون الناس بالحجارة الدنيا وما أدراك من الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا بعد أن رأى الناس الآيات وأرانا الله في زماننا العبر كيف نكلت الدنيا بأهلها ماذا فعلت المناصب لأهل المناصب ما أحمتهم مناصبهم وماذا فعلت الأموال لأصحاب الأموال ما نفعتهم أموالهم وما زال الناس بعد أن رأوا العبر يتقاتلون على مناصبهم وعلى أموالهم فاللهم ازرع في قلوبنا حبك وانزع من قلوبنا حب من سواك نعم إخوتي إنها الدنيا فتنة فتنة شديدة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال وفتنة أمتي المال ونحن اليوم على موعد ما شرح الحديث الرابع من الأربعين الربانية وفيه قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة الدنيا في دين الإسلام والإسلام دين واقعي يناسب الفطرة دين يتفق مع الفطرة في دين الإسلام الله جل جلاله عرفنا الدنيا وكيف نتعامل معها فالمسلم يتعامل مع الدنيا بفهم قال ربنا جل جلاله اعلموا وليتك حين يقول الله اعلموا اعلم قال الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وسينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله الله أعلمنا فلتعلم هذه هي الدنيا اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولا هي لعبة الحياة الدنيا لعبة كسائر اللعب يلعبها الناس ترى ما ترى اليوم وهذه الأيام أرانا الله الآيات رأي العين ألم ترى هذا اللعب ولك أن تعلم حين أخبر الله جل جلاله أن الدنيا لعب شدد علينا أنه لا لعب في الدين ولا لعب بالدين قال الله إنه لقول فصل وما هو بالهزل قال الله وذري الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا فحين تكون الدنيا لعبا احذر أن تلعب بدينك بل حين حين تكون الدنيا لعبا فالدين هو الجد فيها والدين هو الحق فيها والدين هو القوة فيها أما لعبة الدنيا فهي كسائر الألعام إلا أنها تختلف في شيء أن هذه اللعبة تنتهي بغلطة كما يقولون الغلطة فورا انتهت إنك إذا ميت فلن تعود إليها أبدا اللهم ارزوخنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأن تراض عننا خطورة هذه اللعبة لعبة الحياة خطورتها أنك إذا ميت انتهت القضية حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها كلا فلذلك إذا لعبت فعلم أنه سيأتي أوان ينتهي اللعب وتخرج الروح ثم إما جنة وإما نار قال الله وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله رضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب ولا هو لا كما يقولون الدنيا تلاهي له إنها تلهي أهلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قل وكفى خير مما كسر وألهى فالدنيا له وتلاه قال الله زرهم يأكل ويتمتع و يلهيهم الأمل له 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 وإذا تله الإنسان بالشهوات بالمال بالنساء بالعمل بالهوى بالشهوات إذا تله الإنسان بهذا فلها لها قلبه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون الحياة الدنيا لعب إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم ولاه الذي ينشغل بالحياة لا يرى الآيات وهذا سر ما نحن فيه اليوم لو أن أهل الأحزاب وغيرهم اعتبروا بمصير من سلف بمصير من سبقهم على الكرسي حالا لم يبرد كرسيه لو اعتبروا وهم يرونه في السجن وهم يرون أولاده مشتتين وهم يرون ويروا لو اعتبروا ما فعلوا لو اعتبروا ما تقاتلوا لكن لعب ولاه لعب ولاه اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزين هذه الحياة زين زين وليست قيمة زين الزين شيء زائد على الأصل سريع الزوال وترى ان الشيء الطيب الجميل لا يحتاج ان يزين صحيح وانما يزين القبيح فلقبح الدنيا هي مزينة قال الله زين للذين كفروا الحياة الدنيا قال الله زين للناس حب الشهوات زين شيء مزين هو في الأصل ليس جميلا لا يحب وانما زين في اعين من اريد له ان يفتن به فدائما الزين تفتن المال والبنون زين زين زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير خير عند ربك ثوابا اشاهد انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر ان الدنيا تدعو الى الفخ ان من كان يملك قيراطين فاشترى فدانين تجد صدره ينتفخ وانفه يرتفع وخده يعود ان الذي كان يركب عربه بحمار ثم ركب سيارة لا شك انه سيغلق الباب بمنتهى الكبر وسيشير اليك بالطرف عين حين يسلم عليك هذه هي الدنيا تفاخر فخر هذه هي الدنيا حين تدخل القلب اللهم طهر كلوبنا هذه هي الدنيا حين تملأ القلب هذه هي الدنيا حين يركن اليها القلب هذه هي الدنيا وتفاخر بينكم وتكاسر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تقبل توبتنا وتكاسر ألهاكم التكاسر ألهاكم التكاسر يلهي التكاسر ولعلك تعجب من رجل يملك ملايين وهو على شفير القبر لا يدري أين ينفقها ثم ما زال يسرق ما زال يقامر ما زال يرابي ما زال يستزيد لم هي الدنيا لا يشبع منها أحد أبدا أبدا وتكاسر في الأموال والأولاد ثم عرفك الله قيمتها أنها سريعة الزوال سبحان الله لو سئل هذا الذي ذهب لو سئل كم تمتعت كم بقيت لقال لا أنا اتخذت بسرعة بسرعة بعد أربعين سنة لكنه يشعر بهذه السرعة كما ورد في بعض الإسرائيليات أن سيدنا نوح عليه السلام وقد عاش أكثر من ألف سنة سئل كيف رأيت الدنيا قال كأنني دخلت من باب وخرجت من الآخر هذه هي الدنيا قال الله كمثل غيث ما أعجب الكفار الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا مجرد أن يزرع يصفر ثم يكون حطاما هذه هي يولد فيشب فيهرم فيموت ثم الآخرة الحساب اللهم زخنا حسن الخاتمة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان اللهم اجعلنا من أهل المغفرة والرضوان اذن ما موقف الرباني من الدنيا ما موقف الرباني من الدنيا اولا في نقاط ايها الاخوة اولا ان الرباني يرى الدنيا من خلال ما اعلمه الله الله وعلمه انه يفهم الحياة كما فهمه الله وياها الرباني الرباني لا يفتأت على ربه ولا يتقدم بين يديه ولا يتعلم من الفلاسفة وانما فلسفة الحياة من القرآن والسنة لذلك هو العزيز والعزيز والعزيز الغفور قال الله انا اذا عشت الحياة ومن ومن اغيرك ابتلاء قال الله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا فهي ابتلاء اذا فهمت الحياة على انها امتحان اختبار فحينها تستطيع ان تفهم قول الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختالم فخور اذا فهمت انما اعطاك ابتلاء لم تفرح به بل تعيش على مراد الله منك في الابتلاء هذا هو حال الرباني اذا اعطي ماذا يريد الله الشكر واستعمال النعمة في طاعة المنعم واداء حق النعمة فينجح في الامتحان اذا منع فمراد الله من الرباني الصبر والرضا والسكر وعدم التطلع لما في ايدي الناس فيعيز الرباني في هذه الدنيا وهو لا يريد إلا مراد الله منه فهو يعيس على مراد الله منه لا على مراده من الله إن كثيرا القط ماذا يريد الله مني ماذا يريد الله مني مقابل هذا ماذا يريد الله مني وقد اعطاني هذا او منعني هذا ان تعيش هذا المعنى حين تعطى تتساءل ما مراد الله وحين تمنع تتساءل ما مراد الله تلكم الاولى حال الرباني مع الدنيا ان يعيشها على انها ابتلاء ثانيا ان يعيشها على انها معبره قنطره مرحلة وليست دائمة ولا باقية شعاره فيها قول حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها استظل بظل شجرة ثم راح فهو يشعر ان هذه الدنيا قصيرة وسريعة وعاجلة وهي مزرعة الاخرة ليبلوكم ليبلوكم ان يجم احسن عملا فهو يعيشها في العمل والكد لقد خلقنا الانسان في كبد فهو يعيش عن هذه الدنيا على انها مرحلة للاخرة سريعة الزوال قال الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هسيما تذره الرياح سريعة الزوال ثم ثالثا انها مزرعة الاخرة اتى هذه الدنيا ليعمل ونود ان تلكم الجنة ارسموها بما كنتم تعملون عمل دار عمل وليس الدار جزاء فيعيش ها على ان كل نعمها مكدرة وكل لزاتها منغصة فيعيشها على انها ليست الاخرة ولا لزتها لزة الاخرة انما هي مرحلة وفيها العمل ليحصد هناك ويجلب اجره ينتظر اجره في الاخرة سم حال رب ليه مع الدنيا ان يعلم ان هذه الدنيا لا قيمة لها ومن سوء الادب مع الله ان تعظم ما حق صغره الله عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء هنا ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الدنيا لا تساوي انه لم يقل ان الدنيا تساوي جناح بعوضة بل قال انها لا تساوي جناح بعوضة فاذا كانت لا تساوي جناح بعوضة فكم تساوي لا شيء لا شيء ان الدنيا حين لا تساوي جناح بعوضة يعني لا شيء لا شيء قال رسول الله صلى الله ما الدنيا في الاخرة الا كما يدخل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع لا شيء اذا كان هذا قدر الدنيا قدر الدنيا اذا لا شيء فكيف تجعل لها قدرا في قلبك وهذه هي شرح حديث من كانت الدنيا هم فرق الله عليه شملة انه اذا كانت الدنيا همك يعني اذا كان للدنيا في قلبك قدر وكلك الله الى نفسك اجر في الدنيا جري الوحوص ثم العقوبة بامرين الاول شتت الله شملة ثانيا شتت الله شملة فتراه مشتت الشمل همه ماذا يأكل وماذا يلبس واين يسكن وماذا يركب والاولاد ورد الزوجة ونظر الناس الي مشتت الشمل تجد يجتهد ليرضي شهواته ويرضي زوجته ويرضي اولاده ويرضي صاحب العمل ويرضي الناس وكل هؤلاء غير راضين عنه والله غير راض عنه هذا الذي الدنيا همه يظل دوما في شتات ثم جعل فقره بين عيني بين عيني يعني نصب عيني يعني هكذا امام عيني يعني دوما يرى نفسه فقيرا ولو ملك الدنيا باسرها يرى نفسه فقيرا محتاجا راقل فأر فقير هذا الذي الدنيا همه وجعل فقره بين عينيه ثم مهما جرى ومهما فعل ومهما حاول لم يأته من الدنيا الا ما كتب له هذه هي الدنيا قال الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ما نشاء لمن نريد الشخص الذي نريده بالقدر الذي نشاءه فالدنيا بيد الله يؤتيها من يشاء ويصرفها عمن يشاء ولذلك نظرة الرباني الى الدنيا ان الدنيا ليست كرامة ليست كرامة ليست اكراما اذا اعطي انسان من الدنيا فليس هذا من اكرام الله له ولا من محبة الله له ولا من عناية الله به ولا من رضا الله عن باي هي فتنة لو كانت كرامة لأكرم بها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كيف وقد منع منها ولذلك قال الله جل جلاله فاما الانسان اذا ما ابتله ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا ما ابتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا كلا ليس الامر كذلك وقال رسول الله صلى الله عليه سلم ان الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يحمي احدكم سقيمه الماء وهو يحبه خوفا عليه الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا فلا فلا التي التي يشتهيها الله يحبه ولا يعطيه منصبا في الدنيا بل يجعله مغمورا مغموسا يحبه يحميه رغم انه يشتهيها فالله يحبه فإياك ان تظن ان الله يعطيك الدنيا لكرامتك عليه ماذا قد يعطي الله بعض الناس الدنيا لهوانهم على الله وسقوطهم من عينه فيعطيهم ليطردهم عن بابه كيف اعلم ان الدنيا التي يعطيني الله اياها حبا او طردا اذا اعطاك ما يقربك منه ويشغلك به فهو حب واذا اعطاك ما يشغلك عنه ويبعدك ويصرفك عن طريقه فهو طرد تنظر الى ما اعطاك الله هنا اعطاك مالا هنا اعطاك سيارة هنا اعطاك ارضا هنا اعطاك عمارة هنا اعطاك ولدا هنا اعطاك منصبا هذا قربك من الله وشغلك بالله وزادك ايمانا وتقوى ام انه شغلك عن الله والهاك عن الله وانساك وانساك فقد يعطي الله الانسان ليطرده عن بابه ليشغله بشيء ايها الاخوة الرباني والربانية منهج واقعي توافق توافق الفطرة والفطرة والفطرة ان الانسان خلق محبا للمال قال الله جل جلاله وانه لحب الخير لشديد لشديد وانه لحب الخير لشديد لحب الخير لشديد الخير هنا يعني المال وقال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما هذه طبيعة الخلق الانسان مخلوق يحب الدنيا ويحب المال وامره الله ان يزكي هذا الحب في قلبه ان يتزكى ان يطحر هذا الحب للدنيا ولكن بضوابط شرعية الله جل جلاله ذكر لنا ان الماء قوام الحياة قال سبحانه ولا تؤت السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما قياما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح فليست خطبتنا اليوم ولا دعوتنا دعوة الى الفقر بل خذها خذ الدنيا شرط ألا لا تشغل قلبك فقلبك لربك هذا ضابط الربانية في أمر المال قيل قيل للإمام قلبه ويحزن ويحزن بعض الناس اليوم قلبه يتعامل مع البرصة إذا غلت الأسعار ارتفعت فإنه ينخفض ضغطه وإذا انخفضت يرتفع ضغطه تناسبا عكسيا هذا حاله ولكن المؤمن لا ينشغل بشيء من ذلك قط قط من كانت الدنيا همة فالرباني رجل الآخرة الآخرة أمه فكيف يتعامل الرباني إذا في قضية الدنيا وهو يحب المال بشر وهو يحب الدنيا بشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام حديث حكيم بن حزام المسهور سألت رسول الله فأعطاني صلى الله عليه وسلم ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني وقال سيدنا حكيم بن حزام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطني مالا فأعطاه بعد عدة أيام قال يا رسول الله أعطني فأعطاه ثم بعد عدة أيام قال يا رسول الله أعطني فأعطاه وقال وقال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة في رواية إن هذا المال حلو حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكانك الذي يأكل ولا يشبع انتبه وافهم تفقه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن هذا المال حلو المال حلو مش وحش ولذلك في الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر وقال والله ما الفقر أخشى عليكم أنا مش خايف عليكم الفقر قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم فقام رجل من آخر المسجد وقال يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر أليس المال خيرا وإنه لحب الخير سماه الله خيرا هل يأتي الخير بالشر قالوا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه كره مقالة الرجل فلما علته الرحضاء العرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علته الرحضاء علمنا أنه يوحى إليه فلما سري عنه قال أين السائل قالها أنا زايا رسول الله قال أما إنه لا يأتي الخير بالشر ولكن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم لا يأتي الخير بالشر الدنيا لا تأتي أو المال لا يأتي بالشر إنما السر يأتي من أن تأكل من حيث لا تعلم وتنفق في غير ما أمرت هذا هو الشر فيه وهذا معنى الحديث إن من الربيع الربيع الجدول الجنبية الترعة الفحف اللي في الغيط اللي بتجري في المية هذا تنبت عليه حشايس وفيها سموم ويترك الفلاح ربقرته أو جاموسته أو غنمه أو ما عنده من أنعام تأكل فقد تأكل هذا السم الذي يسبب لها الانتفاخ فيفرح ويظن أن بها امتلاء وليس بها امتلاء إنما بها مرض الحبط كذلك الذين يجمعون المال من حل ومن حرام أو يكنسونه فلا ينفقونه في الحلال وفيما أمروا فيه بحقه فإنهم ينتفخون بهذا المال ثم يموتون حبطا هذه نظرة رباني للمال أن المال لا يأتي بالشر إنما الشر من الإنسان نفسه من تصرفه في المال كيف كيف موقف الرباني تجاه المال دعونا نأتي به بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله أنا أحبكم في الله أسأل الله أن يقينا وإياكم شر الدنيا وأن ينجيني وإياكم من فتنة الدنيا وأن ينزع من قلوبنا حب الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا أكبرها منا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا إخوتي موقف رباني من الدنيا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلو فمن أخذه بسخاوة نفس أن تأخذ المال بنفس سخية بمعنى أن ترضى القليل وتراه كثيرا أن ترضى بالقليل وتراه كثيرا لقد سمعت أحدهم زمان على الفطرة كان يقول يا ربك فاكده أنا أوديهم فيه سبحان الله العظيم أن تأخذه بسخاوة نفس تكون عينك مليانة الشبعان رحينة ترزق تفرح وتقول الحمد لله تفرح بالله برحمة الله ورحمة ربك خير مما يجمعون مما يجمعون أن تعتقد أن هذا الذي تؤتاه رحمة حين تكون النفس سخية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زر أتدري ما الغنى وما الفقر قال الله ورسوله أعلم قال يا أبا زر إن الغنى غنى القلب وإن الفقر فقر القلب فالقضية إذن قضية قلبية محضة في رجل قلب فقير فمعما أعطي لن يشبع هذا الذي يأخذ بإشراف نفس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه تأخذ القليل وأنت راضي وسعيد وتقول دكتير يا رب لك الحمد فإذا كان رأى الله من قلبك ذلك بارك لك فيه وزادك براكة واعلموا إخوتي أن سر المال البركة صح؟ كان جدك الله يرحمه لا يملك عشر معشار ما أنت فيه صحيح؟ وكان يعيش حياة خيرا مما أنت فيه صحيح؟ ما الفرق؟ البركة كانت البركة في الصحة عمر ما راح لدكتور عيوه ولا دكتور سنان ولا سمعنا عن فشل كبيدي ولا فشل كالوي ولكن يبلغنا حاجة اسمها سرطان وكانوا يشربون من الترع ويأكلون المشة بيدوده ومع ذلك كانوا يعيشون نعاما خيرا مما نحن فيه لماذا؟ البركة البركة في الإيمان اللهم بارك لنا في إيماننا البركة في الإيمان البركة في اليقين البركة في العمل ركعات بسيطة يركعها ثم ماتوا على حسن الخاتمة وقد يكثر أحدنا من الركعات ويقع في عشرات من أمثالها من السيئات اللهم تب علينا البركة إن الذي ينقص عصرنا البركة ذهبت البركة ضعت البركة محقت البركة لذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه حصلت له بركة ومن أخذه بإشراف نفس رزق عشرة يستشرف للمئة رزق مئة يستشرف للألف رزق ألفا يستشرف للمليون رزق مليون يستشرف للبليون وهكذا مستشرف فقره بين عينيه هذه مصيبة مستشرف ينظر لما في أيدي الناس فيحتقر ما عنده فنسي نعم الله عليه ينظر أن فلان يملك وفلان عنده وفلان يفعل وفلان ينفق وفلان وفلان ونسي ما أعطاه الله وأمده به فموقف الرباني أنه غني القلب قلبه غني الغنى العالي الغنى بالله قلبه مليون بربنا مش بالفلوس بالله هو غني بالله مش بمنصبه غني بالله مش بما عنده غني بالله مش بما يملك الغنى العالي الغنى إن الغنى غنى القلب هذه هي فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكانك الذي يأكل ولا يسبح يأكل ولا يسبح يأكل ولا يسبح لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب القبر هذا الذي يملأ جوفه إخوتي احفظوها وعوها وعملوا بها من كانت الدنيا همة فرق الله عليه سملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له كيف نطرد هم الدنيا من قلوبنا ليس العمل بأن تأخذها بل قال الله قوي من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق خذها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه لا بأس لا بأس أن تملك وأن يكون عندك ولكن ألا ينشغل بذلك قلبك هذا هو ألا ينشغل قلبك بها لا يتعلق قلبك بها لا يتعلق قلبك بهمها لا تحمل همها كيف أنها ابتلاء وأنها حقيرة وأنها زائلة سريعة الزوال وأنك ستحاسب على كل ما أخذته منها فقلة المال سبيل لخفة الحساب يوم القيامة لا تفرح بها إنها ابتلاء أسأل الله جل جلاله أن يكفينا هم الدنيا اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرفنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا رب ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعزبنا فأنت علينا قادر والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك أهمالنا اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك